واحد المناظرة بين هيلاري وترامب كانت مملة وتدعو للتثاؤب اللي سيهر مبارح لغاية الفجر الساعة 3 بدأ بس المناظرة بتوقيت القاهرة الساعة 3 المناظرة بين ترامب وبين هيلاري كيلينتون طبعا إبهار في الشكل، إبهار في التصوير، إبهار في المخرجات النهائية لهذه المناظرة لكن الحقيقة المناظرة كانت مملة للغاية نفس الكلام اللي تقال بيتعاد ونفس الاتهامات اللي سمعناها كتير سمعناها مرة تانية والحق أي حد كان نشوف المناظرة ممكن يتثاؤب كتير نتيجة الملل ورغم إن الإعلام الأمريكي اتكلم أنها أخطر مناظرة في التاريخ وأعلى مشاهدة على الإطلاق وكل ده إلا أنها في الواقع كانت مملة للغاية وتدعو للتثاؤب ولا جديدة فيها ما فيش اتهام واحد جديد ولا رأي واحد جديد ولا ظهر فكر استثنائي الناس استفادت منه نتيجة هذه المناظرة والناس خرجوا من المناظرة زي مواقفهم السابقة اللي مع ترامب مع ترامب واللي مع هيلاري مع هيلاري مثلا سي ام بي سي والطايم الأمريكية لما عملوا استطلاع رأي الأغلبية كانت مع ترامب سي إن إن لما عملت استطلاع رأي الأغلبية كانت مع هيلاري كلينتون تقريبا المناظرة ما غيرتش موقف الناس اللي مع هيلاري يروحوا مع ترامب أو اللي مع ترامب يروحوا مع هيلاري وطبعا يبدو من الوضع العام إن هيلاري هي الأقرب للفوز برئاسة أمريكا وفي كل الأحوال كانت مناظرة مبهرة من حيث الشكل ولكنها مملة من حيث المضمون